واخيرا وبعد طول انتظار نظام اندرويد تيفي على اجزة الماك بمعالجات ابل سيليكون ام 1 و ام 2 و ام 3 و ام 4 بجميع ازاراتهم ومش بس كده صديق انت هتقدر تلعب جيمز الخاصة بالاندرويد هتقدر تلعب على اندرويد تيفي بمنتهى السهولة بداخل الماك كل التفاصيل دي اعرفه في حالات النهاردة بس منساش تعمل لايك الفيديو ده واشتراك في القناة وتفعل جرس وتشاركنا برايك تحت في التعليقات اهم حاجة جماعة اللايكات والكومنتات بجد بتفرق وبتخ بجل الفيديو يوصل لناس اكتر حتى كمان المشتركين في القناة لما بتعملوا تفاعل سواء لايك او كومنت بيساعد ان الفيديو يوصل لكامل المشتركين على القناة السلام عليكم معاكم محمود عمران واهلا بيكم في فيديو جديد قبل ما نشوف التطبيق المميز اللي معنا النهاردة اللي بيشغل الاندرويد تيفي على الماك حابي برجع معاكم شوية الورا للناس اللي متابعة معاه من زمان يعني هنراجع كده حلقتين اتكلمنا فيهم عن اندرويد تيفي على الماك عشان نبقى عاملين كده مقارنة بين التطبيقات اللي بتقدم لك اندرويد تيفي الموجودة على الساحة حاليا والفرق بين كل واحد والتاني خلينا كده نروح على اليوتيوب لو كتبنا هنا في السيرش اندرويد اون ماك هتظهر لنا مجموعة من الحلقات هناخد منها الحلقة دي والحلقة دي دي كانت اول حلقة اتكلم فيها عن اندرويد تيفي بداخل الماك او الاندرويد عموما بداخل الماك التطبيق ده اسمه اميو درويد وكان موجود على جام رود وبالمجان ولكن مشكلة التطبيق ده ان مش كل الناس بتعرف تتعامل معه مع ان الناس هنا كتير مبسوطة من ده ولكن للأسف الشديد يعني في مشاكل كتير وما كانش اسلس حاجة بعد كده ظهر لتطبيق اسمه مومو بلاير ولكن التطبيق ده رغم انه هو جميل بس باشتراكات شهرية وسنوية وانا هنا في القناة صراحة بحاول اجيب تطبيقاتي اما تكون مدفوعة بالكامل يعني تدفع مرة واحدة وخلاص اما تكون مجانية بالكامل اما فكرة الاشتراكات دي انك تدفع اشتراكات شهرية او سنوية يعني الا مثلا في تطبيقات تكون فعلا حاجة قوية جدا تطبيقات مثلا مشهورة ومعروفة ماشا ممكن نتكلم عن حاجة من الحاجات دي انما اغلب التطبيقات او مثلا نقول 90-95% من التطبيقات اللي برشحها على القناة يا اما مدفوعة بالكامل يا اما مجانية بالكامل او فرميام يعني مثلا مجانية وداخلها مشترات بس برضو المشترات اللي جواه التطبيق برضو بتدفع لها مرة واحدة وخلاص المهم فمشكلة المومو ده انه هو ما كانش ندره تيفي نيتف وفي نفس الوقت كمان انك بتدفع له اشتراكات شهرية او سنوية وحتى بعد تجربة البرنامج اللي هورره لكم دلوقتي كان في مشكلة انه هو برضو لسه مش نيتف ولسه برضو باشتراكات خلينا بقى نقفل الحلقتين دول ونروح على التطبيق الجديد من شركة بلو ستاكس عملت نسخة اسمها بلو ستاكس اير دي مخصصة لمعالجات ابل سيليكون للماك ام وان ام تو ام سري ام فور بجميع الزراطة هتنزل التطبيق وبعد كده هتشغله عندك واول ما بيشتغل خلينا كده نفتحه مع بعض اول ما بيفتح معاك التطبيق اولا بيفتح بسرعة على جهزة الابل سيليكون لانه هو متوافق معاها بشكل كبير ودي حاجة طبعا ممتازة هتقدر تنزل التطبيقات من جوجل بلاي وكمان تقدر تلعب عندك هنا ألعاب كتيرة جدا تقدر تلعبها ولكن هنضغط هنا على ماي جيمز على طول هيفتح لنا هنا الشاشة الرئيسية ده تطبيق اندرويد تيفي وده تطبيق برضو نزلته من الاندرويد تيفي الكنفا وده البلاي ستور تقدر تنزل اي تطبيق نفسك فيه اي تطبيق عموما ممكن مثلا هنا شات جي بي تي مثلا عايزين ننزله تقدر تعمل انستول ينزل معاك بدون اي مشاكل هنرجح هنا للهوم هتلاقي عندك هنا الاعدادات الخاصة بالاندرويد تيفي اعدادات بسيطة جدا 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 يعني يعني اعدادات بسيطة جدا مش شاف فيها حاجة صراحة يعني مميزة ولكن المميز في الموضوع ان انت معاك اندرويد تيفي تقدر تنزل تطبيقات بتاعتك تقدر تنزل الالعاب بتاعتك وكمان البلوستاكس نفسه بيدعم الالعاب ففيه الالعاب هنا موجودة تقدر تنزلها وتقدر تلعابها على الاندرويد تيفي مباشرة ودي حاجة طبعا ممتازة جدا جدا شي جميل جدا ومميز ان احنا نشوف بلوستاكس عملت نسخة مخصصة لمعالجات الابل سيليكون لان البلوستاكس يعني التطبيقات بتاعتها بتكون مجانية تماما فدلوقتي نقدر نقول عندنا تطبيق بيشغل الاندرويد تيفي على الماك وبالمجان 100% ونسخة اندرويد تيفي نيتف نسخة مصممة لاجهزة الابل سيليكون وشغالة بكفاءة هسأل لكم كل الروابط تحت في الديسكريبشن عشان تجربوا بلوستاكس اير وتشاركونوا رأيكم تحت عجبكم ما عجبكمش وطبعا لو نزل اي منافس لبلوستاكس اير زي ما قلت في الحلقات اللي فاتت حلقة مومو بلاير واميو درويد انها مسألت وقت وهنشوف تطبيق نيتف لاجهزة الابل سيليكون وحصل النهاردة انا بقول لكم بقى النهاردة ان احنا هنشوف منافسين لبلوستاكس اير خلال الشهور او السنين اللي جاي يعني مش سنين غالبا هتبقى شهور ان شاء الله وهنشوف منافسين مجانيين لبلوستاكس طبعا بلوستاكس ممتاز جدا بس صراحة يعني بحس كده ان هو مش منظم اوي ولكن بيحل المشكلة الاساسية ان انت تشاغل اندرويد تيفي على الماك فان شاء الله لو نزل لي اي منافس هتلاقوني على طول برشح لكم الحاجات دي اندرويد تيفي على الماك ويندوز على الماك طبعا تطبيقات بقى سواء مجانية سواء يوتيم او باراليلز الحاجات دي هتلاقيني بغلطيها هنا بشكل كويس جدا بجانب طبعا تطبيقات الماك وان شاء الله قريبا هندخل تطبيقات الايفون وكمان الويندوز والاندرويد طبعا البداية هنا كانت اندرويد ولكن وقفت حاليا بشكل موقع لان الموبايل الاساس بتاعي يعني ما يستحملش هصلا نزل تطبيقات واجربها عليه فبالتالي نموقف الموضوع ده بشكل موقع ولكن شاء الله يعني اتمنى ان احنا نرجع عما قريب ونرجع نشتغل في كل الانظمة زي ما كنا بنعمل ده في فترة من الفترات وبس كده تسوش تعمل لايك الفيديو ده واشتراك في قناة تفعر جرس وتشاركونا برايكم بتاعت في التعليقات كان معكم محمود عمران ولتقابل في فيديو جديد تحياتي سلام